مجنة الإعلامية وأحد شباب الثورة في أرحب سيد بعد القصف الذي شهدته أرحب كيف هو الوضع المدينة الآن والله الوضع بالنسبة للمدينة أرحب تكسف من قبل فلول علي عبدالله صالح وتكسف دائما من قبل أربعة أشهر واليوم يكسف المنطقة بشكل عشوائي وكذلك علي عبدالله صالح يكسلنا في اليمن مرتين المرة الأولى بصواريخه وبكواديشه وبدباباته والمرة الثانية بإعلامه الكاذب المضلل الذي يريد أن يغطي على جرائمه التي يرتكبها في حق الشعب اليمني وأما بالنسبة لمدينة أرحب فإن القصف فيها متواصل وهمجي وعشوائي فإنه قد أهلك الحرث والنسب في هذه المنطقة شرد النساء والأطفال وقتل الشباب ولا نريد منه ولا نجري لماذا هذا القصف وهذا الشيء العظيم من قبل علي صالح سيد محمد تتحدث عن نعم تتحدث عن قصف عشوائي هل سجلتم سقوط قتلى أو جرحة جدد في أرحب؟ إلى الآن لم تأتينا الأخبار ولم تأتينا الأشياء عن إصابات وعن قتلى أو جرحة أو المصابي طيب الآن هل تتوقعون تصعيدا جديدا واستمرار هذا القصف في أرحب؟ التصعيد أما بالنسبة للقصف في أرحب فإنه لن يفننا أبدا وسنواجه بما نمتلك من قوة وسندافع عن أنفسنا لأن اتفاعنا النفس حق واجب شرعي أمام الناس في هذه الدنيا ونحن ندافع عن أنفسنا بما استطعنا وبما نملك من السلاح الذي يمتلكه أغلب الشعب اليمني في كل أماكن وفي كل المديريات وفي كل المحافظات وأما بالنسبة للمديرية أرحب فإنها لن تنفني أبدا عن موقفها ولن تتراجع قيد أنبولة لأننا صامدون أمام هذا الطاغية وأمام هذا الظالم وأمام هذا السفاح الذي قتل النساء وشرد الناس من أماكنهم ومن منازلهم وهتم المنازل وحتى الحيوانات لم تزلم منه وخرب البيوت وأن الآن الناس يهاجرون من بيوتهم ويخرجون إلى الكهوف وإلى المغارات من ضد شعاب الظالم السفاح علي صالح الذي أراد أن ينهي شعبه والذي أراد أن يقتل شعبه شكرا جزيلا لك محمد عبد الحميد سنان عضو اللجنة الإعلامية وأحد شباب الثورة في أرحب كنت معنا من هناك